علوم الصف الثالث الابتدائي حل وشرح تدريبات كتاب سلاح التلميذ على المفهوم الثاني انتقال الحرارة صفحة 189 الوحدة الثانية واحد اختر الاجابة الصحيحة واحد تقاس الحرارة بوحدة الكيلومتر ده وحدة القاس الطول النيوتين ده الكوة الكيلو جرام وحدة قياس الكوتلا السعر الحراري السعر الحراري اثنين تنتقل الحرارة من الجسم الساخن الى الجسم البارد ثم تتوقف عندما يحدث نقط حراري حمل توصيل اشعاع اتزان اتزان حراري تلاتة تنتقل الحرارة بين الاجسام الصلبة المتلامسة بطريقة نقط الحراري الحمل لخلال الاوساط السائلة والغازية التوصيل طبعا التوصيل اربعة تنتقل الحرارة في السوائل والغازات بطريقة نقط الحراري الاشعاع ده خلال الشمس والمدفقة التوصيل الاجسام الصلبة الحمل طبعا الحمل رقم جيد خمسة تنتقل الحرارة بالاشعاع خلال الماء الماء خلال الحمل المعادن التوصيل الزجاج لا يسمح بانتقال الحرارة حرارة تكون بطيئة خلاله الفضاء طبعا الفضاء رقم ده ستة عند وضع اناء به ثلاثين جراما من الماء على النار تبخرت كمية منه فاذا كانت كتلة الماء المتبقي خمسة وعشرين جراما تكون كتلة البخار الذي تساعد نقط جراما طيب الكتلة كام كلها؟ ثلاثين طيب المتبقي كام؟ خمسة وعشرين يبقى ثلاثين نقص خمسة وعشرين يبقى كام؟ خمسة جراما سبعة عند تجمد الشوكولاتة المنسهرة لا يحدث تغير في الحالة؟ لا بيحدث تغير في الحالة من حالة سائلة إلى حالة صلبة الشكل طبعا الشكل كان بتغير الكتلة تظل سابتها تمانية أي من المواد التالية تنتقل الحرارة خلاله؟ ببطء شديد يبقى المواد العزلة الألمونيوم والنحاس والحديد سرعة الخشب طبعا مواد عزلة تبقى رقم جيم الخشب تسعة يمكن صنع أواني طهية من مادة نقط لتسخين الطعام فيها على الموقع البلاستيك طبعا لا الخشب أيضا لا مواد عزلة النحاس طبعا نحاس مواد موصلة للحرارة عشرة السخرة الساكنة أعلى الجبل تمتلك طاقة وضع طبعا طاقة ايه؟ وضع عند سكتها تتحول من طاقة وضع إلى طاقة حركة حداشر جميع ما يمكن استخدامه لصنع الزجاج مع عدد الرمل الحجر الجيري الورق طبعا الورق اتنين أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين الكوسين واحد يصنع إبريق الشاي من الألمونيوم والنحاس لأنهما مواد نقط الحرارة عزلة أم موصلة طبعا موصلة اتنين يسمح نقط بانتقال الحرارة بسهولة البلاستيك أم الحديد طبعا الحديد ثلاثة تنتقل الحرارة ببطء عبر المواد الموصلة أم العزلة المواد العزلة أربعة تنتقل الحرارة بالإشعاع عبر الألمونيوم أم الفضاء صح الفضاء خمسة عين تسخين الماء تنتقل الحرارة بين الجزيئات عن طريق نقط الحراري الإشعاع أم الحمل طبعا الحمل الحراري الاشعاع من خل الفضاء أشعاع الشأس ستة كتلة كمية من الماء نقط بعد تجمدها تزداد لا تتغير الكتلة سبتة لا تتغير سبعة التغير النقط للمادة يؤدي لإنتاج مواد لها خواص جديدة الفيزيائي من كيميائي الكيميائي الفيزيائي لا يؤدي إلى تكوين مواد جديدة تمانية تكون طاقة الوضع أكبر ما يمكن عند نقطة يصل إليها الجسم أعلى أم أقل طبعا أعلى طاقة الوضع تتوقف على الكتلة والارتفاع كلما زاد الارتفاع تزداد طاقة الوضع تسعة تتحمل أنبيب الانكماش الحراري درجات الحرارة المنخفضة المرتفعة تلاتة ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتين واحد الحرارة طاقة تنتقل من جسم إلى آخر عبارة صحيح اتنين لابد من وجود فرق في درجات حرارة الأجسام حتى تنتقل الحرارة بينهما عبارة صحيح تلاتة عند لمس كوب شاي ساخن تنتقل الحرارة من اليد إلى الكوب من الكوب إلى اليد عبارة خطأ أربعة تختلف المواد فيما بينها في توصيل الحرارة إبارة صحيح خمسة يؤثر طول مقبض آنية الطهية في جودة عزله الحراري إبارة صحيح ستة عين تقليب الحساء الساخن بنوعك من الألمونيوم تنتقل الحرارة إلى يديك بالتوصيل إبارة صحيح سبعة كتلة قطعة صلبة من الشوكولاتة أكبر من كتلة نفس القطعة بعد إنسارها تساوي إبارة خطأ تمانية تنتقل الحرارة بالتوصيل والحمل في حالة عدم موجود وسط مادي بالإشعاع إبارة خطأ تسعة تنخفض درجة حرارة المادة عند زيادة طاقة حرارة جزئاتها عند خفض أو ترتفع درجة حرارة عند زيادة طاقة حرارة إبارة خطأ عشرة ترتفع جزئات الهواء الساخنة إلى أعلى وتهبط البريدة إلى أسفل بفعل التوصيل الحراري إبارة خطأ بفعل إيه؟ الحمل الحراري حداشر يحتاج تصنيع الزجاج إلى درجات حرارة مرتفعة إبارة صحيحة اتناشر عند تضحر كرة البلي من أعلى منحدر يتحول جزء من طاقة الحركة إلى حرارة بسبب الاحتكاك إبارة صحيحة ترتاشر تمتلك الكرة المتدحرية من أعلى تل طاقة حركة إبارة صحيحة أربعة عشر لا تتحكم الملابس الزكية في درجة حرارة الجسم تتحكم إبارة خطأ خمس عشر تستخدم الخرصانة في بناء الكباري لأنها مادة ضعيفة لأنها مادة صلبة قوية إبارة خطأ ستاشر لا تحدث أي تغيرات كيميائية عند صناعة البلاستيك من البترول تحدث تغيرات كيميائية أربعة اختر من العمود ألف ما يناسب العمود باء واحد انتقال حرارة الشمس إلى الأرض سحر كمباء الإشعاع الحراري انين تسخين سائل في وعاء جيم الحمل الحراري ثلاثة انتقال الحرارة عند لمس مكواه ساخنة رقم ألف التوصيل الحراري خمسة اكتب المستهل علمي الذي تدل عليه العبارات الأتي واحد طريقة تنتقل بها الحرارة خلال المعادن التوصيل الحراري اتنين انتقال الحرارة في المواد سائلة أو الغازية الحمل الحراري ثلاثة مواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة المواد الموصلة للحرارة المواد الموصلة للحرارة أربعة مواد تبطئ من انتقال الحرارة خلالها المواد العازلة الحرارة. خمسة بقاء كتلة المادة كما هي عند تحولها من حالة الى اخرى. قانون بقاء كتلة. قانون بقاء الكتلة. ستة طريقة انتقال الحرارة عبر الفضاء. ستة ده علامة صح امام طريقة انتقال الحرارة. اشعور بالحرارة عند لمس اناء معدني به ماء ساخن. التوصيل الحراري. اتنين انتقال الحرارة في سوق من الالمونيوم موضوعة على الموكل. طبعا الالمونيوم مادة صلب. جاء التوصيل الحرارة. يبقى التوصيل الحراري. ثلاثة وصول حرارة الشمس الينا. يبقى الاشعار الحراري. اربعة انتقال حرارة سطح الارض الى طبقات الهواء الاعلى. خلال اوساط السائلة او الغازية عن طريق صح الحمل الحراري. سبعة. اكمل العبارات الاتين. واحد. الحرارة احدى صور نقط الطاقة. اتنين عند تقليب كوب الشاي الساخن بملعقة من الالمونيوم. تشعر يدك بالسخونة لانتقال الحرارة بوسطة نقط التوصيل الحراري. ثلاثة جميع المعادل النقط التوصيل للحرارة جيدة. اربعة يخضع البترول لعدة تغيرات كيميائية لصنع نقط وهو مادة صلبة مكاومة للاحتراك صح. البلاستيك. تمانية. لاحظ. الاشكال ثم اجب عن الاسئلة الاتين. واحد. الاشكال التالية توضح بعض طرق انتقال الحرارة. الف. الشكل رقم نقط. مثال على انتقال الحرارة في المعادل. صح. رقم واحد. با. تم انتقال الحرارة في الشكل رقم نقط بالحامل الحراري. في الاوساط السائلة والغازية. باركم اتنين. جيم تنتقل الحرارة في الفضاء عن طريق نقط. صح. عن طريق الاشعاع. الحراري. الاشعاع الحراري. اتنين. الشكل المقابل لمكواة الملابس. الف. يصنع جسم المكواه من مادة نقط البلاستيك ام الحديد. صح. من مادة الحديد. با. مقبض المكواه مصنوع من مادة نقط الحرارة. موصلة ام عزلة? طبعا من مادة عزلة. حتى لا تسمح بالذكار الحرارة الى ايدينا. جيم تنتقل الحرارة من جسم المكواه الى الملابس. بطريقة نقط الحرارة. الحامل ام التوصيل? طبعا ايه التوصيل? ثلاثة. لاحظ الاشكال المقابلة سوم اجل. الف المادة الاعلى في درجة الحرارة هي. المادة الف ام باء? المادة الف سائلة. والمادة باء غازية. والاعلى في درجة الحرارة هي المادة ايه? الغازية. يبقى ركم باء. باء تتحرك جزئياتها المادة نقط ابطأ من جزئياتها المادة نقط. طبعا المادة الف ابطأ من المادة باء. جيم اذا كانت الف هي مادة سائلة وباء هي مادة غازية. حد طريقة انتقال الحرارة بينهما الحمل الحراري. تسعة. اجب عن الاسئلة الاتية. واحد. لا تنتقل الحرارة بين جسمين متساويين في درجة الحرارة. اذكر السبب. لانهما في حالة اتزان حراري. ماذا يحدث اذا اصبحت كل المواد جيدة لتوصيل الحرارة? كل المواد ستسمح بانتقال الحرارة خلالها. ونتعرض للخطر عند الامساك بالاشياء وهي ساخنة. ثلاثة ما سبب الشعور بالبرودة عند الامسة المقبض المعدني للباب الخشبي البارد على الرغم من عدم الشعور بذلك عند الامس الباب نفسه في نفس الوقت. لان المعادن جيدة التوصيل للحرارة. بينما الخشب عازل للحرارة. اربعة. عند تلامس جسمين مختلفين في درجات الحرارة متى يتوقف انتقال الحرارة بينهما? وماذا تسمى هذه الحالة? عند تساوي درجة. حرارة كل منهم. طيب تسمى ايه? الاتزان الحراري. خمسة. اذكر سلاس طرق لتوليد الحرارة. ثم عدد بعض استخداماتها في حياتنا اليومية. عن طريق التوصيل والحامل والاشعاع. التدفئة. وطهي الطعام. وتسخين. المياه. والصناعات. اختبار على المفهوم الثاني. كم واحد الف. ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية. واحد. تنتقل الحرارة بين الجسمين. ثم تتوقف عند حدوث اتزان حراري. عبارة صحيح. اثنين. تميز الصلب بالكوة والمتانة وعمره الافتراضي الطويل. عبارة صحيح. ثلاثة. تستخدم الحرارة في طهي الطعام وتدفئة. عبارة صحيح. اربعة. جميع المعادن رضية التوصيل للحرارة جيدة. جميع الخطأ. با. ماذا يحدث عند صهر مخلوط الرمل والحجر الجيري. ورمض السودة في فرن ساخن. ثم تركه ليبرد وتسلب. تنتج. مادة. الزجاج. اتنين الف. اختر الاجابة اصحيح. واحد. ايا من المواد التالية يسمح بمرور الحرارة خلاله بسهولة. البلاستيك. طبعا الاولمونيوم. الاولمونيوم مادة ايه موصلة. اتنين. ان صهر مكعب من السلج. كتلته عشر جرام. فان كتلة الماء السائل تكون نقطة جرام. الكتلة سبت. مهما تغيرت حالة المادة. يعني زي ما هي عشر جرام. ثلاثة. جميع ميالي يمكن استخدامه في صنع خراسة البناء. ما عدا. السخور. الرمال. الورق. طبعا ما هذا الورق. اكتب المستهل العلمي. واحد. واحد القياس. الحرارة. السعر الحراري. اتنين طريقة تنتقل بها الحرارة خلال المعادن. التوصيل الحراري. تلات. الف. اكمل الجمل التالي. واحد. تنتقل الحرارة في المواد نقط والمواد نقط. بوسطة الحمل الحراري. المواد الغازية. والمواد السائلة. اتنين. الحرارة. سورة. من سور نقط. الطاقة. تلاتة. لا تفنى نقط ولا تستحدث. ولكنها تتحول من سورة الى اخرى. صح. الطاقة. با. لاحز الشكل اللي زي امامك ثم اكبر. واحد. تصل حرارة الشمس الى الارض عن طريق نقط الحراري. عن طريق الاشعاع الحراري. اتنين. يسخن سلح الارض والهواء الملامس له. وتنتقل الحرارة لطبقات الهواء العولية. عن طريق نقط الحراري. الحمل الحراري.